السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محببا بكم في قناة الوقت المتسليم ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير اليوم بإذن الله غادي نحضروا مع بعديتنا هذا المول الكيكا اللي كتجي في المول العجيب كيكا كتجر روعي لبنات خليكم معي بتشوفوا المقادر غادي نبدو على بركة الله هنا خديت أنا ينيش الكاس الكهربائي غادي نوضع فيه جوج بيتة صغر وإلا كان عدنا متوفر البيت كبير ستعملوا غير بيتة واحدة وغادي نضيف لهم كاس لياغورت البعاني وبهاد الكاس هادا اللي أنا خوتي هنا يا غادي نعبر به كاس عامر متاع السقار سنيدة ونسكاس نتاع الزيت كل ما نقصنا الزيت في الكيك كان أفضل سافي وغادي نضيف واحد القبيصة دي الملحة واحد الصشي للفاني سافي وغنخلط لات الخليط هادا مزيان من بعد ما تخلط الخليط غادي نوضعه فادي الإناء هادا ونحاول نكوب بقاع الخليط ديالي كله كيكا كاتجي صار حسنا روعي البناز كنتمنى أنكم تعجبوها راي لا جربتوها غاتولي مدمنين عليها لأنها كاتجي غزالة كاتجي خفيفة وحتى الأقرم اللي كاتجي فوسطها أو الحشوة اللي كاتجي فوسطها كاتجي غزالة ومسافي هنا كنك الخلط هنا الخالط الخالط وغادي نضيف الطحين غادي نضيف الطحين بشوية بشوية هنا عندي الخالط هادا الطحين مغربل سمحوا لي عندي الطحين مغربل ما كتاخدش لينة الطحين بزاف الحد الآن أنا ده بستعملت هناي ثلاثة المعالق وغادي ها الرابعة مهم أنا غلا حسب معكم شحال كعين ديال المعالق باش تعرفوا بالضبط شحال ديال الطحين اللي اللي خدت هالكيكا دي خمسة ديال المعالق صافي هنا يا غادي نضيف واحد صاشي منتع الخمرة حمره وغنضيف مع واحد شوية ديال الطحين باش نخلق قريبا تقريبا تقريبا سبعة ديال المعالق هاد الكيكا خفيفة وضريفة ما كتاخدش في زبديل المقادر صافي هنا انتم ومليكا تزود ديكم وكتلقى وضاك الخد تبقى مسترسل صافي وما عاني حسو جوج تحين وهنا غادي نضيف واحدة جوج معالق صغار وما يلقى كبيرا تاع الخل كما كتعرفوا دائما بان الخل هو اللي كي خلي الكيكا انها جي طالعة ومهوية من الداخل سوف نخلطها مزيان هنا يا على ما يدخل للحل في الخالط وعندي المول ديالي انه دهنتوا بالزبدة ورشيت عليه الطحين ونرشيت عليه الطحين البنات ثم بعد غدي نضيف ليه اللزئي في ليفتوك الجني بس ديك الخوية اللي كيناو كنضيف ليه انا يا هنا يا اللوز ايفيلي او الكوكو فوكاسين او بيبيتو شوكولا مهما هاد البلاسة دي ما كنخليهاش خوية باش مني كتب لكي كاكت عطي احتها واحد المنظر وتيجو ديك البلايس تتجي عامرة تتجيها قد ضايرة عامرة اللوز ايفيلي ما محمرش لانه غدي دخل الفران ومع الطياب مع الكيكا غدي يولي محمر سوف ينوضع الخالط ديالي في المول عندي الفران مسخن من قبل قاد ينقص عليه ونخليها الطبع للمنظر وقاد يدية الفران انه يكون سخن قبل او بارد قبل يعني كل واحد وطريقته في تحضر الكيكا وهو مرا كيف كيف كيكا فران مسخن من قبل كيكا فران بارد غير المهم انه يكون تكون نار مهيلة على الكيكا وورا الكيكا بإذن الله غدي تطلع وطلع مزيان أليس كيف من قبل كيكا تطلع مصادر وتحضير الكيكا فران بارد قبل كيكا تحضير الكيكا notici وخليتها بردت مزيان وما كدجي طالعة تبارك الله كدجي زوينة يعني غيب خمارة وحدة وما كدجي طالعة وشتو الشكل دي لها كي يجي طالح في رديلتا ما شي غرقة بزاف يعني ما غديش تاخد لنا كريمة بزاف هنا عندي حليب دفيتو او سخون وضفتلي هنا واحد صاشين تعني سكوي او الكاكاو كوبيل حلو كاكاو حلو مهم اللي كان عندنا اللي متوفر ممكن ديرو حتى نسكا في اللي كي يبغي كيكات يكون فيها نكاة نتعة القهوة انا هنا كان حاولا انا ندوب كوبيل اللي كان فيها صافي وغادي نسقي الكيكة ديالتيم زيان حيث الكيكة مليكا تكون شاربة مع ديك الكريمة كتجي الروعة إلا كانت ناشفاك يبقى ديك الجوانب ما كتنكلش من الأحسن أنا ننسقيها سقيوا الجوانب ديالها مزيان وغادي نخليها تشرب ديك اللي سقيناها هنا بالنسبة الكريمة عندي هنا يا كاس كبير نتعة الحليب ضفت عليه معلقة نتعة النشا أو مي زينة ووجوج مع الخوكبار نتعة سكر سانيدة وغادي نضيف لهم فلون نتعة شوكولة وكلها وشنو كيبغي أنا هنستعملت الفلون تشوكولة ممكن أنا نستعمله فلون كراميل فلون ديال فريز يعني أي نوع بغينا نستعمله سوف نخلط الخليط ديالي مزيان وغادي نوضعه فوق البوطة حتى نحسبه بده كيعقد ومن بعد غادي نزوله من فوق البوطة نحاوله أنا نخلطه مزيان مش مبتبقاش ديال النشاب ودرت المياه والفلون مهم تتنسج منه قاعد العناصر أنا صافره طفيت عليه البوطة وخليته برد واحد شوية أنا نستعملت الفلون تشوكولة ليستعمل الفلون ديال الكراميل يستعمل ياورت ديال الكراميل المهم على حسب ليستعملنا ندره معه نفس أنا هنا شوكولة درت الشوكولة سوف نخوي هاد العلاب هادو وغادي نخلط 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 هاد الكريمة ديالتي مزيان نسجم مع بعضيتها وغادي نضيفها فوق الكيكة صافي هنا من بعد ما خلطتها مزيان ناخد الكيكة ديالتي اللي شربت سقوة ديالتها وغادي نحاول نكب هاي في الوسط هاقا يا فلشانه مهم ما نفوت شايت ديك ديك الحفل اللي كي نتميها اللي مزوزة أنا هنا يرا كترت صراحة في في هاد الكريمة هادي صافي وغادي نزينها عندي انا هاد الحوب يبدل شوكولة عندي في البيوت والماغون مهم تزين كي بقى اختياري اللي متوفرة عندك في الدار ممكن انك تزيني بي ودك ش اللي كي بغاول كلوليدات صافي ونخليها حتى تبرد مزيان صافي ونخليها حتى تبرد مزيان صافي ونبعد هنا يا ما زينتها هنا كان شطلية ديك الكريمة خديت هنا واحد بيسكوي بيسكوي عادي بالزبدة هرستو او دك دكتو وعملتو في الكويسات وغادي نضيف فوقو دك الكريمة ركي جيزوين البنت والله العظيم ولا الدراري عجبهم بزاف يعني اتي حاجة مضي اي حاجة شطلية اولا شي حاجة ممكن ان نبتقروا بها شي حويجة لوليدات بيسكوي 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 وهدي هي الكيكا ديالنا اللي بعد ما بردس هذا هو الشكل نهائي اللي كاتجي علي كاتجي صراحة نزوينا طالما داق ديالها كيجير روحة كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة هدي وتعجبكم لا تنسوا تديروا اللايك ولأول ما راك يدخل القناة فعل الجرس بيس يوصلوا دائما لجديد كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر في اصفة جديدة وكن نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة